هنا صخب الهتاف الذي لم ينقطع عن الساحات بيد أن العراقيين أهل صنعة السياسة بكفاءة الخبرة ممن مروا فيه من تراكمات يذهبون اليوم إلى التأني أو الانتظار المقلق لنتائج مخرجات الحكومة رجل الساعة لقب حملته أقلام التحليل عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهنا حضر شديد بين احتمالين أولهما نجاح رئيس الوزراء في تحقيق التعهدات والخروج من الأزمات بجدرة وحنكة سياسية والثانيهما أن تخفق المحاولات سيما أن جدران الفساد مسلحة بالدعم الخارجي احتمالية أن يخرج الكاظمي بقواعد جديدة للعبة تدفع بالتفاؤل شعبي والسياسي على حد سواء غير أن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة ترميم سيادة العراق كما توثق مقالة رأي علمي نشرها مركز روابط للبحث والدراسات الاستراتيجية تستند إلى وقائع صنيع الحكومة منذ تسلم رئيسها المنصب حتى اليوم في الحالات الصعبة يدخل رئيس الوزراء إلى عالم السفلي الذي ترك سنوات عديدة فنمت فيه وجوه رسمت عند الطيف الشعبي أنها الأقوى إنهاء فكرة متداولة منذ زمن يبثها الخارجون عن القانون بشائعات يحاول بعض المنفلتين إقناع الشعب بأن اللعب معهم سيحول البلاد إلى حمام دم أمر يؤخذ بالحسبان في قواعد لعبة الكاظم التي ترتكز على سيادة الدولة واحترام القانون ويتحقق هذا بعدم رضوخ الكاظم لأية ضغوطات من قوى الشد العكسي التي تؤخر نازع سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ترجمة نانسي قنقر